أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونرمه فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أمانا كلا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكروا الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لعاياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحدا ولا يوثق وثاقه أحدا يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي ودخلي جنتي فادخلي في عبادي ودخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة إن ترجع إلى ربك راضية مرضية إن ترجع إلى ربك راضية مرضية ودخلي جنتي ودخلي جنتي ترجمة نانسي قنقر